موسيقى قال ابن أبيه زرت مولانا المواطن المجهول في مضارب بني قينقاع وكان العام غير معشب ودار لقمان كدار عثمان فلما قدمت عليه كان يشرب الكأس الأولى من البراد الأخضر يترشفه ولا يكاد يسيغه لقلة السكر فيه ويهمهم عام بلا سكر وابتدأني مازحا هل يجوز خلط التمر بالشاي فلما تبصت في الحديث وانشرحت أساريله قال فيما قدمت إلينا يا ابن الذين قلت لأمر دوخن يا مولاي ألا ترى أن القوم أصابتهم البهتة مع القحتة قال ذلك أثر الزقفنة فلما رأى استغرابي تواضع لجوابي ليكشف الخوابي قال الزقفنة يا هذا هي عقل معتوب يمشي دوب الدوب بالمقلوب قلت كيف؟ قال انظر مثلا سترى أقواما قذوا أعمارهم بين أرويقة الجامعة يقرؤون فلاسفة الأنوار ويصلون الليل بالنهار في مناقشة الأفكار في الحرية والعدالة والإزدهار وحينما تأتي سكرة الدكتاتور يسارعون إليه ليفصل الدستورة على مقاسه ويتبرك بملعقته وكأسه ويتركون فصحة فيه لأبنائه الذكور لعل الزمن يدور ويطنبون في الشرح والتعليل لنظام الكفيل وهم موقنون بأنه عليل يا هذا العقل الزقفوني عقل حلزوني وتفكير حيزبوني أم تلزنيش للكلام الدوني وعلامة الزقافنة العشرية السوداء وهيداء ما له دواء فإن قلت أنتم تحكمون فأين السكر والزيت في البيدون قالوا أنتم تعطلون وتضعوا العصية في الدولاب يا أولاد بني كلاب فإن قلت هات الدليل وفرش المنديل يا بديل قال سوف تحاسبون وينخلط من لا ينخلطون ثم تزمرون فإن قلت وإن زمرنا قال تدخلون التاريخ الشاهق وتنهقون مع كل ناهق حتى تأتي مرحلة المشانق قلت يا مولانا ما المخرج من هذا قال آخر الطب الكي سننال من المتآمرين ونجبرهم على الرحيل ونضع من بقي منهم في سرديب المرنجية حتى يشعرون بالدنية ويتوب من يخرج ويقول أني عاجز فاشل ولبلد خائن أقول لكم قولوا أني خائن لكم وكلب بن كلب ماذا يذيرني أنا مادام كل واحد في بيته يريد أن يسقطني بصوته وبالضجيج والسخب أنا هنا ما زلت أحمل الألقاب كلها وأحمل الرتب أطل كالثعبان من جحري عليكم فإذا ما غاب رأسي لحظة ظل الذنب أهل وسهل ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من لقاء خاص المشهد السياسي الوضع العام في البلاد هو محور لقائي اليوم مع رئيس كتلة تلاف الكرامة الأستاذ سيف مخلوف أستاذ سيف مرحبا بك أهل وسهل